بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع من أكثر الأسباب التي عدت إلى سقوط الدولة الأموية وأثرت تأثيرا كبيرا في الدولة العباسية وأدت في أحيان كثيرة إلى ضعف الدولة الأندلسية وإلى ضعف المسلمين عبر تاريخهم ما يسمى في أدبيات تاريخنا العربي بالحروب القيسية اليمانية الحروب القيسية اليمانية باختصار هي حروب مستمرة بين قبائل قيسية عدنانية وبين قبائل قحطانية يمانية فهذا يقاتل هذا وينصر هذا أبناء عمومته وينصر هذا أبناء عمومته حتى استشرى هذا المرض الخطير في جسد الأمة الإسلامية وهنا أعرض بعض المواقف التي جرت فيما يسمى بالحروب القيسية اليمانية لما توفي يزيد بن معاوية تولى بعده ابنه معاوية بن يزيد ولم يكن له أطماع في الخلافة فتراك الخلافة وتنازل عنها فتولى في مكة من غير بني أمية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما غضب بني أمية في الشام فبايع مروان بن الحكم وانتصر لمروان بن الحكم أخوان بني أمية من بني كلب وبن كلب من قضاعة وهي قبيلة قحطانية فوقف الكلبيون مع بني أمية ضد القيسيين العدنانيين في حربهم ضد ابن الزبير وما زالوا يقاتلونه حتى قتلوا نائبه في العراق أخوه أخاه مصعب بن الزبير ثم قتلوا عبد الله في مكة فكانت الحرب القيسية اليمانية حاضرة في الخلافة بين ابن الزبير وبني أمية توفي هشام بن عبد الملك وبدأ عصر ضعف الدولة الأموية تنازع على الخلافة بعد هشام بن عبد الملك الوليد بن يزيد بن عبد الملك مع ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك هذا أخواله القيسيون وهذا أخواله اليمانيون ولكل من القيسيين واليمانيين مصالح خاصة استطاعوا أن يوظفوها في حرب بني أمية مع أنفسهم وما زال القيسيون واليمانيون يتقاتلون فيما بينهم ويتقاتلوا الأمويون فيما بينهم حتى جاءت سنة 132 وانهارت الدولة الأموية على يد الدولة العباسية التي استغلت الحروب بين القيسيين واليمانيين ولو انتقلنا على سبيل المثال إلى بلاد الأندلس نجد أن الوالي الذي كان يتولى ولاية الأندلس في قرطبة هو أبو الخطاب الكلبي يعني من القبائل اليمانية واليمانيون لهم موجود قوي في بلاد الأندلس فعارضه على ذلك يوسف بن عبد الرحمن الفهري من القيسيين فهنا قيسي وهناك يماني وما زال يتقاتلان حتى قتل يوسف بن عبد الرحمن الفهري أبو الخطار الكلبي ثم لما جاء بعد ذلك عبد الرحمن الداخل وهو من القيسيين من بني أمية استعان باليمانيين من أخوال بني أمية واستطاعوا جميعا أن ينزعوا ولاية الأندلس من يوسف بن عبد الرحمن الفهري القيسي فتولاها عبد الرحمن الداخل القيسي بمعاونة اليمانيين بل إن كثيرا من الحوادث التي جرت في بلاد الأندلس كان عبارة عن قتال بين القيسيين واليمانيين لأن بلاد الأندلس كانت مكونة من القبائل القيسية والقبائل اليمانية من جهة ومن الأمازيغ والبربر من جهة أخرى ومن المولدين أهل الأندلس أو من تولدوا بين الأندلسيين والعرب أو الأمازيغ من جهة أخرى وما زالت الخلافات العرقية حاضرة في بلاد الأندلس حتى سقطت استمرت الخلافات القيسية اليمانية إلى وقت قريب حتى الدروز في لبنان على سبيل المثال هناك دروز يمانيون وهناك دروز قيسيون في سنة 1711 جرت حرب بين الدروز اليمانيين ودروز القيسيين في معركة تسمى بمعركة عين دارا هزم فيها الدروز اليمانيون بل في فلسطين إلى سنة 1840 كانت هناك حروب بين مصطفى غوشة القيسي مع عبد الرحمن عمر اليماني وكل له أصحابه واستمرت هذه الحرب القيسية اليمانية في فلسطين إلى مطلع القرن العشرين شعار القيسيين اللون الأحمر وشعار اليمانيين اللون الأبيض بل كان هذان اللونان حاضرين حتى في احتفالاتهما فالقيسيون يلبسون الأحمر واليمانيون يلبسون الأبيض كأن العرب فطروا على الخلاف القبلي والعرقي نحن في زماننا اليوم قد لا نجد الخلافة القيسية اليمانية حاضرة لكننا نجد خلافاتنا حاضرة بأعراقنا وانتمعاتنا فهذا قبيلي وهذا غير قبيلي وهذا خضيري وهذا عصيل وهذا غير عصيل وهذا بيسري وهذا طرش بحار وهذا ما أدري شنو عصلا وهذا ما أدري شنو فصلا وكلها من عبية الجاهرية كما قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهرية وفخرها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب إذا كنا نريد الرفعة فلنزل هذه الفوارق فيما بيننا إلى ما الخلف بينكم إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة نسأل الله الوحدة للمسلمين نراكم على خير